موسيقى اهلا بكم من جديد اهتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية عشرين فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية فجر اليوم وقال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات تخللتها مواجهات واعتقالات تركزت في محافظات بيت لحم وجنين وعقل قيلية ونابلس ورامالله واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي داهمت مدينة نابلس بعدد من الآليات لتأمين اقتحام مستوطنين لقبر يوسف شرقية المدينة اكدت مصلحة السجون الاسرائيليا نقل الاسير احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى العزل الانفرادي مع اثنين من رفاقه وقالت ان سعدات ورفيقيه متورطون في توجيه عمليات ارابية على حد وصفها من داخل المعتقل وكان نادي الاسير قال ان ادارة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة قادة من اصر الجبهة الشعبية من سجن ريمون الى مكان مجهول وهم الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وعاهد ابو غلمي ووليد حناتش واكد البيان ان قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم عدة اقسام في السجن وتحديدا الغرف التي يقبع فيها اسر الجبهة الشعبية وبشرت تفتيشا واسعا واعتبر نادي الاسير ان عمليات الاقتحام المتكررة لغرف الاسرى تشكل ابرز السياسات الممنهجة لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة عليهم حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الاسرائيلي من التعرض باي اذن للامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وقادة الاسرى في سجون الاحتلال وخلال وقفة احتجاجية في قطاع غزة حملت الجبهة الشعبية الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الاسير سعدات ورفاقه مؤكدة ان ردها ورد الشعب الفلسطيني سيكون موجعا في حال تم التعرض لحياتهم باي سوء وقالت الجبهة لا يمكن عزل هذا التصعيد الخطير بحق قيادة الجبهة الشعبية في السجون عن الهجم الواسع التي تتعرض لها الجبهة في الضفة والذي يؤكد ان هناك نية احتلالية مبيتة للتصعيد بحق الجبهة وقياداتها قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو كشف في جلسة لمجلس الوصراء عن تقدم في مفاوضات صفقة الاسرة مع حماس بدورهم ناشد اهالي الاسرة في قطاع غزة تنفيذ صفقة او لتنفيذ صفقة تبادل بين حركة حماس وحكومة الاحتلال قريبا بعد حديث نتنياهو عن وجود تقدم في المباحثات وناشد مختصون الوسطى الضغط على اسرائيل لدفع استحقاقاتها وعدم التهرب من اتمامها وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الانترنت من اسطنبول سيد زاهر جبارين عضو المكتب السياسي مسؤول ملف الاسرة في حركة حماس سيد زاهر احييك على الجزيرة مباشرة وبالطبع دعني ابدأ مع الخبر الذي قرأناه الآن المتعلق بما يقال عن قرب صفقة تبادل الاسرة بينكم وبين الاحتلال الاسرائيلي ما حقيقة الامر اولا بسم الله الرحمن الرحيم التحية لابناء شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجدوا ثانيا اخي الكريم كلما تم هناك ضغط من اهالي الاسرة الصهاينة التي في حوزة المقاومة في قطاع غزة البطولة والعزة تجد هذه الحكومات متتالية تكذب على شعبها تكذب على اهالي الاسرة الصهاينة تريد ان تخفض ضغط عن كاهلها كلما تعرضت هذه الحكومات لأزمة داخلية هناك استطلاعات رأي هذه الحكومة ما تسمى اليمينية المتطرفة الصهيونية هناك يعني التأييد الشعبي لها بالحضيط تريد ان تمتطي على اكاذيب لكي يكون هناك بعض التقدم في استطلاعات الرأي لها أنا أقول بشكل واضح هذه أكاذيب نيتنياهو في كل مرة يتعرض لها لأزمة في أكثر من الآن من 2014 تقريبا تقريب عشر سنوات متواصلة هو أكثر من ثلاث حكومات صهيونية متعاقبة هو رئيس وزراء يكذب في هذه القضية ويستخدم هذه القضية من أجل أهداف سياسية داخلية ومن أجل تكفيث الضغط من أهالي الأسرة الصهاينة الذين هم بحوزة المقاومة ولا صحة لهذه الأكاذيب التي أطلقها نيتنياهو المجرم الذي يترأس هذه الحكومة النازية الفاشية التي ليلة نهار تبطش بشعبنا الفلسطيني وتبطش بمشاعر أهالي أسرة الصهاينة الذين بحوزة المقاومة هذا كلام مهم سيد زاهر إذن لا صحة على الإطلاق لقرب اتفاق تبادل الأسرة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي فقط من باب التأكيد سيد زاهر نحن نقول بشكل واضح أخي الكريم نحن قبل ثلاثة سنوات تقريبا حصل هناك بعض التقدم في هذه المحادثات وقدمت المقاومة وعلى رأسها حركة حماس في كطاع غزة عندما كانت هناك أزمة كورونا هناك إطار عام للصفقة تحت عنوان صفقة إنسانية هذه البنود واضحة لكل الوسطاء والوسطاء هم بجانب المقاومة لأن هذه المطالب محطة للمقاومة ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني هناك إطار عام يفهمه الاحتلال وهناك ثمن هذا الثمن لا يريد أن يدفعه وتدفعه هذه الحكومات المتعاقبة وعلى رأس هؤلاء الناس ما يسمى نتنياهو لا يريد دفع سمن لإطلاق صراح الأسرى الذين هم بحوزة المقاومة نعم أخي الكريم لا صحة لما يدعي ويكذب به على شعبه وعلى أهل الأسرى الذين بحوزة المقاومة على الأخص أهل الأسرى الصائعين الموجودين بحوزة المقاومة من الوسطاف سيد زاهر الذين المحت إليهم الآن أخي الكريم أنا أقول بشكل واضح نحن كمقاومة أبوابنا مفتوحة لكل من يستطيع أن يقدم جهدا في هذا الباب العديد من الوسطاء منهم السويسريين ونروجيين طرقوا أبوابنا الإخوة الأطراق والإخوة الكطريون كان لهم دور كمان أساسي في هذه المفاوضات والمصريون وكذلك الألمان والعديد من من طرق أبواب الحركة لكن الوساطة المصرية هي تقريبا هي أساسية في هذا الملف بحكم التجربة والخبرة وقربها من قطاع غزة والتحامها مع ابناء شعبنا الفلسطيني لكن العديد كما قلت من هذه الدول طرقت أبواب حماس ونحن أبوابنا مفتوحة لأي طرف يستطيع تقديم وإلزام هذا الاحتلال وإجبار هذا الاحتلال لأجل تلبية طلبات المقاومة وتلبية أبناء شعبنا الفلسطيني الذين أكثر من خمس ألاف أسير فلسطيني الآن في داخل هذه السجون الظالمة سيد زاهر دعني أستفيد من وجودك ولعله يكون سؤال أخير تحدثت عن إطار عام للصفقة قدمة بالفعل للاحتلال الإسرائيلي وثمن يجب أن يدفعها هل لك أن تحدثنا باختصار عن الإطار العام لهذه الصفقة وما هو الثمن المطلوب أخي الكريم أنا أستطيع أن أتتعلم لا أستطيع التفاوض عبر وسائل الإعلام هذا يضر بالصفقة وضر بالتقدم بالمفاوضات أولا أؤكد أن ما يدعي تنياه هو كد وافتراء وهو مراوضة لأجل إنجاز تعبير الرأي العام الداخلي سواء لأهل الأسر الذين يضغطون على هذا يريد أن يكفف هذا الضغط وكذلك المجتمع الصحيوني أما عن مطالب المقاومة بعجال أخي الكريم أول هذه المطالب هو الالتزام بصفقة وفاء الأحرار تم اعتقال أكثر من 48 أسير فلسطيني ممن تم إطلاق صراحا في صفقة وفاء الأحرار الأولى واعتقلهم ظلما وزورا طبعا كل أبناء شعبنا الفلسطيني ظلما وزورا لكن هؤلاء بلا تهمة وضرب بعرض الحائط بصفقة وفاء الأحرار ثانيا كبار السن ثالثا الأسرى الكدامى رابعا الأشبال خامسا الأخوات الأسيرات الماجدات والأسرى المرضى هذا الإطار الإنساني الذي طرحناه بشكل عام على الوسطاء وهو متفهم من غالبية هؤلاء الوسطاء والقائمة موجودة لدى الاحتلال والوسطاء ويدركون ويقولون بأن هذا الثمن معقول وأن هذه الصفقة تحت عنوان الصفقة الإنسانية عندما طرح الأخ القائد على يعني بلسان حماس طرح الأخ أبو إبراهيم السنوار في قطاع غزة عندما كانت هناك يعني في عز أزمة كورونا ونحن لغاية الآن لو استمر عشر سنوات أو عشرين عام سنبقى على شروطنا ولن نطلق هؤلاء الأسرى إلا بثمن يفرح في أبنائنا وأهلنا واخواتنا ونسائنا والمقاوبين من أبناء شعبنا الفلسطيني وأممتنا العربية والإسلامية هذا وعدنا وهذا عهدنا مع أهلنا واخواننا الأسرى السيد زاهر جبارين عضو المكتب السياسي مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول شكرا جزيلا لك سيد زاهر مساء مستمرة وبعد الفاصل احتدام المنافسة بين الحملات الدعائية لمرشح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا وأكثر من مليون وستمائة ألف ناخب تركي بالخارج جدلون بأصواتهم وافقا لهيئة الانتخابات بقوا معنا شكرا